قال ولد الممرضة التي انتحرت بعد خدعة هاتفية طلط عليها في المستشفى الذي كانت تعالج فيه زوجة الأمير ويليام إنهما محطمان خلال قداس أقيم السبت على راحة نفس والدتهما التي ستقام مراسم دفنها الاثنين في الهند نشكر وسائل الإعلام على احترام خصوصيتنا ونتمنى عليهم الاستمرار بذلك نشكركم على ذكركم لنا في صلواتكم وعثر على جاستينا سلدانا منشنوقة في السابع من كانون الأول ديسمبر بعد ثلاثة أيام على الحلة التي انطلت عليها عندما اتصل مقدما برامج في إذاعة أسترالية وقدما نفسيهما على أنهما الملكة إليزابات والأميرة شارلز ولم يكشف عن سبب إقدام الممرض على الانتحار إلا أنها تركت ثلاثة رسائل